القادية حامدة خوتي القادية فيها السيدعة والقادية فيها النفاقة هاتشي علجة السيدعة والقادية شوكات اي يا خوتي القادية شابكة يو خليكم معي في هذا الفيديو نعطيه التحية وندخلوا لموضوع ديانا خوتي السلام عليكم خوتي اخوتي اخوتي كديري اللبس عليكم بخير كديري المصحة امركم مزيان تمنىكم يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير وانتو ما معي في هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم وكان شكر الناس اللي كيتفاعلوا معي وكيخلوا ليتعليق الزوينة الله يزييني ايامكم وخليكم معي يحتفظ الفيديو ملو والاحترال الخر باش تفهموا عليش غنهدر وشنا هو هات الموضوع اخوتي اللي نايدا وشنا هو هاتش اللي شابك خليكم معي فطلا وليس امره اخوتي كيما تبعنا سيد اللي كيخرج لنا الزواج والزواج قال لك هو معمرو معمرو تواصل مع السيدة ولا عمرو هدر معاها ولا عمرو عنده النمرة ديالها كلكم شفتوا هاد الكلام اللي كانت قال وهاد الهدر اللي كان قالها لنا قال لك هو معمرو تواصل معاها وكنت انا قلت لكم مستحيل شي واحد او بالاخص في هذا الزمان هذا مستحيل شي واحد غايت تعرف على شي وحده او بغيها لزواج وما غاديش يتعرف عليها وما غاديش يهضر معاها وما غاديش يعني اخوتي تكن تفاجأوا في هذا الفيديو هذا كما كيقول واحد المثال الكذاب نسيه وارجع سوله كانت فاجئوه هو براسه كي اعترف من اللي شاف راسه حصل ولا قال لك كتتواصل معاها اختي واختيه اخرى واختيه اخرى يعني نسور قال انا تواصلت معاها وقتليها واش غا تقبلي لأولادي كتليها أنا قابلة وما اخوتي هذه البنت كتبقى غير بنت الناس هاديك علينا فتقر وتهوى كي بقول الناس احنا مشي تنعيره ولا تنسبه ولا مع الطرف الاخر ولا ضده ولا احنا ما ضدته واحد احنا تنتبعو دك شي لكي يخرج اخوتي من الفم ادياله اياك هنا كنشوف اخوتي مني كيتجبد الموضوع الموضوع ديال الولاد كيكون في واحد كيتهربه من الموضوع كيكون دك شي باختصار واخرا شكره اخو واخا قال واحد الكلمة قال هاداك الكلام ولكن اخوتي هاداك الكلام مشي جا زع ما غير هكاك انتقبيه في داك الفيديو ولا زع ما حيط بغي يقولها زع ما بحل يحس بالولاد اللا اللا اخوتي هو دك خوه كيشوف الناس وكيتفرج في القنوات وكيشوف التعاليق كيقرأ التعاليق وكيشوف الناس اشنو كيقولو حيط الناس كيقولو لي في التعاليق شوف ولادك ما تنساش ولادك انت نسيتي ولادك كنتي وعدتي ولادك وما وفيتش بالواعد وعدتيهم تسافر بيهم في العوط لهم ما مشيتيش عندهم من اللي جبتيهم مرة واحدا ما بقيتش مشيتي عندهم ما بقيتش درتي معهم سيلة تراحي ولكن اخوه قال لي هدوك هديك النقطة اللي هي مهمة صراحة قال لي اخويا خصك تراعي لبنياتك الاقص قال لي البنيات الكبار بجوج قال لي خصك تراعي ليهم خصك تراعي ليهم باش ما تجرحش ليهم المشاعر ديالهم يعني هو اخوتي كيهدر وكيهدر لك شي بالاختصار هادوك راه ولادي وما غا ننساهمش وانا راه درت احنا في منطقة اخوتي احنا في من قلت لكم منطقة وقال ارا هدرت تام على المرة اللي غادي اللي غادي اخطب وقلت لي ها قلت لازع ما بوليدتي وهي موافقة وما مهربة لي زع ما منتشي حاش احتل لهنا اخوتي مزيان يعني احتل ام اخوتي واخا انتقات بذلك الكلمة ديال وانا هادوك راه وليداتنا ووليداتنا راح تلموت ارا ما غا ننساهمش حتى تلموت يعني هنا كين واحد كيبان لها بحال اللي كي تجبدو لولاد اخوتي بحالي كتخاف كيكون عنده واحد احساس غريب كيبان لفوجها في الملامح ديالوجها ما عرفت شوش انتو ما كاملين لاحظتو هاد هادو للا يعني رقع الناس لاحظوه وقع الناس دروع له هادشي هذا مش غير انا يعني كيبان في واحد احساس بحالي ديك سيدة تخوفه من دوك الوليدات ما عرفتش علاش اخوتي هادو كيبقى وغا وليدات صراحة احنا كان هادروع لدوك الوليدات باش ما يديروش باش ما يتقطروش نفسانيا ديالهم حيت شفناهم اللي جابهم ديك المرة عندو مبقاش هود مشا عندهم مبقاش جابهم مبقاش هادوك را كيبقى وولادك كيما هادك الام ديالهم احتي انتا اراه ولادك يعني اراه انتو مبجوج يعني اخسكم تتحملوا المسئولية ديال دوك الوليدات ماشي غير واحد اللي يتحمل المسئولية هو واحد ما يتحملهاش نهائيا وما مصوقش وماللي كيش يبدو معاه الناس الهضرة كيدووز ديك الشيخوتي بالاختصار كيبغي يختصر ما يبغيروش يدير وهنا الخوتي ف هاديك النقطة اللي بغيت نقول لكم هنا في مقال اراها تواصلات معانا الاستادة اه لي لي الاستادة اللي مكلفة اه وقال اه فالدعوة ديال لأم ديال النفاقة تواصلات معاهم وقالت لي خسك تعفين نافاقة القادية حماضة صبرات ايضا 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 يجب بطريقة ولا عندك الحق وبالصح ولا خصنيش نجبد ديك الهضرة ولا خصنيش نقولها ولا نتعلان يمشي ويجيبوا ليداته عنده ويدخل لهم ديك الطريقة يهدر معهم يدخلهم ديك طريقة يهدر معهم يدخلهم ديك الزواج غير بواحد الأسلوب بواحد طريقة اللي تكون زبينة باش تدوك الولاد يتفهمه هناك نشوفو داك الأب ما مصوقش نهائيا لدوك الولاد وخات يجبدهم وخات يهدر عليهم يعني ما تيقول شي كلمة تي نصحوه الناس والو يعني عنده زيد نقص هو بغي غير يتزوج والله يسهل عليه والله يستر له الأمور دياله ولكن أخوتي هنا رد توصل بالسيدة أرقالها قال لك بينا الأستاذة رد توصلت بالأب ديالي وقات لي النفاقة وفينكم آلي خارجين وكتقولوا السيدة كتشد النفاقة السيدة صافت عيات أخوتي عيات عيات وتقهرات ربعة الولاد ماشي سهلين أخوتي يعني شي واحد يضرب تمارة ويصرف على ربعة الوليدات وما يشد لنا فقال أولو الأب ما كانش في هذا العالم الأب تيقول لك ما تيقول زي ما ما عنديش ما عنديش وكتشوف الأم الإصلاحات كيدا غادي تنود وغا ترفع عليها غادي سيفت له السيدة باش يسيفت لنا فقال هيت كتشوف أخوتي كي يصلح وأي حاجة كيقولوها لي في الفيديوهات كي بارتاجي معنا كيقولوها لي ما كي يخصرش ليهم وأي حاجة غندير هادي وغندير آخر مكاين وغندير آآ الكوزينة غنجهزها بدك الشي لآخر مكاين وهادي وهادي وكندير أخوتي على واحد الحاجة أو تاني هي دوك الناس اللي كيخرجوك يسبو فيها غنقول لكم حشوهما وعيب عليكم هديك سيدة ما دارت لكم حتى شي حاجة ماشي أنا كندفع لها لا ما كندفعش علها ولكن غنقول لكم يعني ما تسبوها لا هي ما تسبوه هو يعني باش تقولوا راه كدير العافية المجامر أو هادي لو كان أخوتي دباف نظاركم هاديك سيدة فعلا كما ما كتقولوا احنا متبعين هي كلامكم كما كتقولوا أنتو ما راه كدير سحور غير قولوا لي يا واش لي كي دير سحور هاد الأب ما كي مكي مشيش عند الولاد هاد الأب ما كي الأم ما كتتوسلش بالنفاقة في الوقت ديالها هاد الأم مش حال من حاجة لو كان أخوتي كدير لي شي حاجة كورا قامي حي يدع ليها كورا هو رجعها كورا هو مش عندها ولكو هو جابتو لعندها وسكنت هي ولكن هي اللي بغتوا تفهمونتو ما حي دبا هاد الكلام كين مخوتي في المجتمع ديالنا يعني مني كان شوفوا دبا غير كي شوفوا غير واحد جوجها كان فاهمين مره وراجل بيناتهم فاهمين غادي وراجل بيناتهم كي كونوا فاهمين همتو دباهنا هاد السيدة دبا يعني انتم ما في نظاركم اللي كتقولوا را كتسحلي اللي كان كتسحلي واشغت نحتة تبقى تصيفت لي السيدة عاد شد الفلوس النفاقة ديال ولادها اهلي خارجين كتقولوا خدزين والله سهل عليها ديك بنت الناس ما كانش عليها قاعد يصورها حي تمنها اللي صورها وي مسكينة كتبسبابه هو كتسمع سبانوا المعيار والناس كيعجبوا فيها والناس كيعجبوا فيها الناس اللي كيبغوا يصوروا المرأة الاقل يصوروها عادية صورة مش هو يصور المرأة من بلايس اللي مخصومش يتصوره وعيبوا حشومة تسال دوك الناس اللي تيديروا بحلكة انا كيقول لكم عيبوا حشومة ما تديروش لامسكينة بحلكات تيارة بنت الناس ادي كعيب بنت ماذا يرحتاشي حاجة صافي جاب لالله راجل شافته بغاعته بغاها الله يسهل عليهم ولكن هو مخصوش ينسى دوك الوليدات احنا اهم حاجة اخوتي انا كان هضروا علاك المضل حق وعلا دوك الولاد صافي تشيلي كاين هاتش اللي قلت لكم اخوتي يعني سامي رامل بعد ما شافت الجواج وشافت الصلاح وشافت كل شيء يعني شعلت فيه العافية شعلت فيه العافية اخوتي قلت لي واش انا بقال محملة مسؤولية بوحدة وانت عايش الحياة مهم اخوتي كان ضحك وصافي سيدة ماشي هكاك والله لغي كان ضحك سيدة راطقها اخوتي يعني النفقة كتجمع لها وما كتشد تشي حاجة اكيد غادي تدير غادي تدير القانون ديالها باش تشاخد النفقة ديالها وهو نصاع راسو نسال اصلاحات كان خرج ما عنديش ما عنديش شوية شافت الاصلاحات شوية شافت الزواج شوية شافت ربعة تلحواج من الحاجة ما تشطريش ما تديريش وهاتش اخوتي اللي بغيت نوصل لكم يعني عشان نقول لكم هادوك الوليدات مساكن لو كان هاداك الاب غير جابهم في هاد الوقت هاد دب اللي هو كيستعد باش يتجوش باش يجيب المرأة غير هادوك الوليدات يجيبهم ويشدهم بالخاطر ديالهم ويقول ليهم هاشنو هاشنو ولي ذاتي وعلى الاقل غير البنت الكبيرة والاخرى توجي الجوج يشرح لي ممتال الخرير باقين صغار فهمتوا تال الخرير باقين صغار الله يهدي مخلق اخوتي هاد شي اللي كان احنا باش ما تقولوش عو تاني في التعليق لا احنا ما كان عبدو حد اللي كيكتب في التعليق را هو اللي كي عبد فهمتوا احنا ما كان عبدو حد ما كيعطينا حد لعطي الله سبحانه وتعالى وهاد شي اللي كان يعني احنا ما كان هضروه في حد ما كان عيرو حد ما كان ضربوه في الاعراض ديال حد يعني كنقولو كلمة ديال الحق هذي كسيدة فعلا هي هازم سؤولية كتر من القانون ديال اخوتي والله العدي هازم سؤولية هاي واذا باخوتي را غادي شوفو واشنو غادي دير ما هنصف تطليهم الاستاذة اللي مكلفة بالدعوة وذك الشي ديال الدراري والنافقة يعني واجب علي اخوتي يخصو يخلص ذك الشي ديال وليداته يعني ما خصوش يعزفو وليداته شي حاجة را كيبقى وليداته يعني ما خصوش يخسر مع وليداته راها وخا غادي تزواج ولا شي حاجة ما يعرفش الوقت هو باش عرف جيب لي الله شي وليدات اخرين مع هاد السيدة احنا ما كان قولوش زعماشي حاجة لا يعز قدر ريا صالحة مع هاد السيدة هادي احتايا ولكن خصو يكون العدل اخوتي العدل هاد شي انتم ما نبغو تفهمو هو ده باكي يطلب العروسة جديدة تكون تحاجة ما تخصها واحت وليداته ما تخصهم خصو وليداته يطلبهم خصو وليداته يصيف طليهم بلا ما تصيف طلي لا استاد ولا استاد